الدين دين محمد وهده في حكم الإمام ومحكم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج هداية السائل نجيب فيه على الأسئلة والاستفسارات حول الصوم والصيام في شهر رمضان المبارك ونذكر المشاهدين الكرام إلى أن هواتف البرنامج متاحة للاتصال وعرض أسئلتكم وإلى حين ورود هذه الأسئلة منكم نقرأ عليكم بعض مستحبات هذه الليلة الليلة الثامنة من ليالي شهر رمضان فيها بعض الصلوات المستحبة والدعاء أيضا الذي يتلوه وأيضا يستحب في يوم الثامن اللي هو غدا إن شاء الله نهارا أيضا هناك دعاء مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة ذكر في كتاب الوسائل للحر العامل عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صلى هذه الليلة الليلة الثامنة من شهر رمضان ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات فإذا سلم سبح ألف تسبيح وفتحت له أبواب الجنان الثمانية يدخل من أيها من أيها شاء ويدعو بهذا الدعاء المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو اللهم هذا شهرك الذي أمرت فيه عبادك بالدعاء وضمنت لهم الإجابة والرحمة وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فأدعوك يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف السوء عن المكروبين ويا جاعل الليل سكنا ويا من لا يموت اغفر لمن يموت قدرت وخلقت وسويت فلك الحمد أطعمت وسقيت وآويت ورزقت فلك الحمد أسألك أن تصلي على محمد وآلي محمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى وأن تكفيني ما أهمني وتغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم هذا هو الدعاء الذي يقرأ بعد هذين الركعتين أما في يوم هذه الليلة اللي هو غدا إن شاء الله في النهار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ فيه هذا الدعاء يرفع عمله بعمل ألف صديق وهو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين هذا هو مستحبات أو هاي هي مستحبات الليلة ويومها ليلة الثامن ويوم الثامن ذكرنا في الحلقة الماضية حول مسألة أركان الصوم ووصلنا إلى المبطلات اليوم نقرأ عليكم مبطلات الصيام لكن قبل أن نذكر هذا الموضوع وصلنا للتو سؤال من أحد المشاهدين الأعزاء يقول في شهر رمضان أو في نهار شهر رمضان أحدهم سب الذات الإلهية يعني تلفظ بالكفر يعني بسب الذات الإلهية اللفظ الجلالة يعني بهذا المقصود في أثناء نهار شهر رمضان ما حكمه؟ طبعا هو فعل معصيه هذا حرام سب الذات الإلهية بحد ذاتها يستوجب القتل ولولا يعني عدم وجود مثلا الأحكام الشرعية أو الأحكام الإسلامية لكان حكم هذا الشخص هو القتل ولكن إذا كان تلفظه هذا كان جراء عصبية أو جراء مثلا حالة معينة نفسية غيرها إلى آخره هذا لا يؤثر بالصيام ولكنه فعل حراما هذا جواب للسؤال الذي وصلنا مبطلات الصوم يجب الإمساك عن المفطرات التي توجب بطلان الصوم إذا طبعا وقعت على وجه العمد والاختيار فعلها المكلف عمدا واختيارا هذه توجب بطلان الصوم وتوجب أيضا بعضها طبعا الكفارة ما هي التي توجب بطلان الصوم؟ عشرة أشياء الأكل والشرب طبعا إذا عديناهن أنها ثنيا لكن العلماء دائما يذكروها في كتبهم الفقهية الأكل والشرب يعني رقم واحد ولكن بالتعداد هن عشرة الأكل والشرب حينما نقول أكلا وشربا ماذا نقصد به؟ نقصد به الأكل المعتاد والشرب المعتاد هذا هو المقصود يعني ما يسمى أكلا ويكون جاهزا للأكل وإن تأكلته هذا هو يسمى بالأكل لا أنه مثلا تراب طين تربة غيرها واحد أكلها وإن كانت دخلت إلى الجوف ولكن هي بالأساس لا تسمى طعام الأكل والشرب المعتاد وغير المعتاد غير المعتاد من شنو؟ اللي هو مثلا واحد أكل تراب دخل إلى جوفه وأبطل صومه ولكن هو بالأساس تراب نسمي أكل من سمي أكل؟ إذن الأكل والشرب من المعتاد ومن غير المعتاد هذا يبطل الصوم شرب الماء مثلا أو شرب النفط مثلا كلاهما يسمى شرب ولكن إذا دخلت إلى جوف الإنسان وهذا يسبب بطلان الصيام عدنا اتصال من أم آيات من ذيقار اتفضلي أم آيات السلام عليكم السيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسلم رمضان كريم إن شاء الله أجمعين إن شاء الله تقبل الله صيامكم تفضلي أم آيات سيدنا عندي سؤالي يعني أقدر أسألهم فيهم ايه تفضلي تفضلي أشكرا سيد السؤالي الأول لان يعني أخوي حلف يعني ضلع وبهد الزياد قال يعني ما أدخل زياد أختي نعم أنا قلت له حلفك باطل ما يصير يعني فقال يعني حاتيها ألا زمتي تشل حلف قلت له حاتيها ألا زمتي يعني ماهلون الحلف مالتا يعني قال والله العظيم مثلا أي قال والله العظيم وقال أول أباس يعني هو الحلف هو ما يخالف هذا الحلف مالتا كان عن قطع رحم يعني هو من يقول أحلف مثلا ما أفوت بيت أختي تمام هذه محصية أساسا يعني فعل شيء يعني محرم اللي هو قطع الرحم قطع الرحم فيها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أوصوا بالرحم كثيرا وعدم قطع الرحم وله آثار وضعية في الحياة الدنيا وفي الآخرة لذلك هذا الحلف مالتا على حرام لذلك ما ينعقيد يعني ما علي شيء إن شاء الله ما هي قتلة على ذمتي لا شنو على ذمتي ما افتهمتها هو الدار قال لها حاشيها وعلى ذمتي شل حلف قلت لها حاشيها آه بل لأنه حلف هذا مو صحيح ما ينعقد هذا الحلف مالتا نعم زين سيدو سؤال الثاني يعني أنا وضوء كان خطأ أخوة يعدي أخطأ بي والآن يا الله كتشفت يعني شنو حكم طلاح شنون يكون هذا الوضوء الخطأ خلأ افتهمه لأنه احنا عدنا الوضوء غسل الوجي مرة وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى والمسح على المقدمة الرأس والمسح القدمين أكو أكثر من هذا يعني مو عن شنط يعني أخسر الوجهي ثلاث مرات أخسر يدي اليمني ثلاث مرات بالي اليمني اليسرى مرثين من أخسر يدي اليمني وليسرى ما أنا أجل للكف يعني حدي بداية الكف وما أكمل لأصابع لا المفروض أنه يكمل إلى نهاية الأصابع لا ما كنت أعلم بهذا شيء ومن أخي والرجلي يعني مرات مضللات وأثبت يعني هنا هذا من يش وقت الحجي من بداية الصليين لغيتش عن قريب يعني لا والله من بداية الصلي يعني أنا والآن يا الله كنت شبك زين أنتو بالأرياف يعني ما يوصلكم مثلا الخبار ما السئلين كذا بعد ما أسئل أنتو جاهلة يعني بهذا الأمر جاهل تام يعني كان بستطعتك السئلين وما سئلتي إي إي بس يعني ما أحبي ما أخطر بالي أني أسأله يعني بالي أن الوضوء صح آه والله يعني كنت أقدر أسأله وهاي بس بعد ما هذا طبعا الوضوء باطل وفي هذه الحالة طبعا أنت رجعي إلى مرجع التقليد اللي أنت تقلدينه حتى في سبيلي يقول لك هل أنه أعمالك أو صلواتك تعيديهن أو متعيديهن نعم يعني أنا أقل بالسيد السيطان يعني 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 في هذه الحالة بما أنه وضوء شلهنا للنص فلازم تعيدين كل هذه الصلوات اللي صليتيهن بهذا الوضوء الخاطئ نعم أشكرا نعم يا أهلا وسهلا ومرحبا نرجع إلى مبطلات الصم ذكرنا الأكل والشرب وذكرنا أنها من المعتاد وغير المعتاد أيضا والثاني هو الجماع طبعا الجماع معروف يعني عند الناس وإن كان يعني لا حياء في العلم ولا حياء في الدين ممكن الإنسان أي إنسان يسأل وأيضا إحنا من الممكن أن نوضح هذه المسألة للناس للعامة عدنا هذا الاتصال حيدر من واسط تفضل أخ حيدر فضل حيدر أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ حيدر صيام مقبول إن شاء الله محمد الله الله سلم الله أجمعين إن شاء الله فضل أخ حيدر سيدي بس على الوضوء أنا جديد الوضوء شو يعني بس بس بعي حالي ده يعني ماذا قد عمرك حيدر عمر 12 12 سنة موفق إن شاء الله الله يخليك تريد تعرف الوضوء إشلون نعم الوضوء طبعا أنا راح أمطيك فقط الواجبات ومو المستحبات الواجب من عنده الواجب هو غسل تمام الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن هذا طولا تنزل إيدك يعني تشيل ماي والذب مرة مرتين ثلاثة لكن من تريد تخسل تخسل بهذه الطريقة نزولا إلى الأسفل هذا بالنسبة إلى غسل الوجه ثم اليد اليمنى من الرسغ هذا عفوا الزند يعني مرفق الزند هذا من قبل مرفق الزند بأصب عين تبدي نزولا إلى أطراف الأصابع أيضا تخسل بهذه الطريقة زين يعني حتى لو تذب ماء مرة مرتين ثلاثة ولكن لما تريد تخسل تخسل بهذه الطريقة وتكون إيدك اليسرى تستوعب تكون كل إيدك اليمنى هكذا وحتى أصابعك مثلا بهذه الطريقة حتى يوصل الماء إلى ما بين الأصابع ثم تأخذ ماء وأيضا تدير هذا الماء على مرفق الزند وقبل مثلا بصب عين وتنزل به أيضا إلى أطراف الأصابع لا تخلي إيدك بهذه الصورة وإنما بهذه الصورة ثم تمسح على رأسك وتمسح على قدميك إن شاء الله ونوصلنا الفكرة إلى لأخ حيدر عندنا اتصال أم هيثم من بغداد فضلي أم هيثم ألو ألو يا أهلا وسهلا ومرحبا بيش أم هيثم يا بعض عين نخده أروح لك سيد عيون أنت يا أهلا وسهلا تقبل الله صيامكم إن شاء الله بعد عين إحنا وإنتم إن شاء الله بألو سلام أخي نعم ألو صايمة برمضان هسا هاي حاليا صار أربح أيام بل أو سن سيد قام علي يفدنه بل ألو أم هيثم أم هيثم وياي ألو نعم أسمعش أم هيثم تفضلي أي قام سني بالظهر الساعة يعني انتهت قامت بنتي قالت لها بالعليج أبوه قلت لها أنا صايمة ما أقدر قولي جبراني شرفت لي تقام شاي وأبوه ما لتها يعني السن بالله صايمة للي كل السن مقير شنها ساي سيد شا سأولي هذا أم ساك لأنتي مدام خذت حبوب وشربت ماي يعني فطرتي فطرتي يعني شكو يوم ماحد شهار أجل الساعة ناذا اسمحيلي أم هيثم كانت باستطاعتك تروحين تقلعين السن وما يأثر على صيامة شي كان باستطاعتك حتى خلحت هي هو البار وحتى لو مثلا يحشي لتياه غيره أي شيء أي عمل بس المهم كون مت بالعين مثلا هذا الماي بما أنه أنتي فطرتي الآن وما سألتي مثلا واحد قولتنيابة مثلا أدى روحا للمستشفى أو أروح إلى طبيب حتى يقلع لي إياها أنت رأسا مهمة الله يعافيك ويخليك إن شاء الله رأسا شربت حبوب وشربت ماي المهم هذا اليوم اللي فطرتي به تقضينا إن شاء الله بعد رمضان وعليتش بما أنه هذا عمدي يعني عمدا أنتي فطرتي بدون سؤال مفروض بيش السئلين فعليتش كفارة يا أم هيثم أم هيثم بعد شوياي على الهواء قالوا انقطع الاتصال إن شاء الله تعاود تعاود معنا نعم نرجع إلى المبطلات الجماع من المبطلات فالمتزوجين مثلا دولة خصوصا المتزوجين الجدد في شهر رمضان لربما في نهار شهر رمضان تتوق نفسه إلى المجامعة وهذا لا يجوز مفطر في هذه الحالة أفطر عمدا هنا أكثر المشاكل في الإفطار تأتي من هذه الناحية أجمع وإن لم ينزل طبعا للذكر والأنثى صغيرا كان أم كبيرا نزل هذا في هذه الحالة إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أبطل صيامه يبقى المرأة إذا طاوعته أو لم تطاوحه هنا أمران إذا طاوعته فعليها كفاره وهي عليها كفاره أما إذا لم تطاوحه فالكفارتان فالكفارتين يتحملها الرجل عندنا اتصال راشد من بغداد تفضل راشد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا يا أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ راشد تفضل أنا مرحبا كريم صيام مغمون إن شاء الله منا ومنكم أجمعين إن شاء الله تفضلوا شيدنا عد دعائتي نعم يعني سارة النترة اللّا يعينك يا راشد الله يعينك يا راشد ندعو والد زوجة راشد إلى أن يتق الله في هذا الرجل الآن دموعه ذات سيل لرؤية أطفاله هذا رمضان المفروض تكون نفوس الناس في رمضان نفوس صافية وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعاء فيك يا راشد ويرجع لك عيالك إن شاء الله بحق محمد وآل محمد نعم بالي وأيضا من الذي يبطل الصيام تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر الصادق تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر هذا أيضا يبطل الصيام طبعا في صوم شهر رمضان وقضائه أيضا أيضا بحكم البقاء ما لو نام وكان ناويا أن يغتسل حت عفوا نام غير ناوي للغسل نام وهو ما ناوي أنه يغتسل قبل الفجر هذا أيضا بحكم البقاء زي أيضا من الأشياء التي تبطل الصيام الاستمناء الاستمناء هو إنزال أو تعمد إنزال المني بملامسة أو قبلة أو تفخيض أو غيرها عدنا من بغداد ساجد أو سيد ساجد من السماوة ساجد 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 سيدنا مولانا تفضل عبدالله الشيخ تقبل الله صيامكم سيدنا مولانا تفضلوا أشكرك رحم الله والدي الله يخليك فيه السيد قال أكو كلمة نعم ما توضح لها بالنهار ولا يقول لي جامع وزوجته يدفع كبه يعني بالليل بالأفطار لو بالنهار لا بالنهار اللي ينقصده يا سيدنا مولانا بالنهار فيما لو جامع زوجته نهارا هذا إذا كانت هي مطاوعته فهو يدفع كفاره وهي من تدفع كفاره أما إذا لا ما مطاوعته هو يعني بالغصب إجه مثلا جامع زوجته في هذه الحالة هو يدفع الكفارتين آه هذه ما واردانا يا سبعة وسبعين سنة أمري أي سبعة وسبعين سنة أمري وعمري من خمس طعام سنة صايم لحد الآن بلي صايم وسلي واشا أنا بالنسبة يعني أذن أنا مؤذن بلي بس هذه موجودة بكل الرسائل العملية سيدنا مولانا تقدر موجود تقدر تراجع الرسائل العملية تلقاها في كل الرسائل العملية أدري مولانا يعني هذه السيد السستاني يعني كل العلماء مولانا كل العلماء بل يعني أن الجماع فيه نهار شهر رمضان متعمدا يستوجب بطلان الصوم والكفارة شيخنا مرة خصفك خلنا يسمي مولانا خلنا تقولك سآل بشوية بل تفضلوا تفضلوا لأن هالسا أنا وجوجت رهضين وصايمين برمضالنا مع الفراش وصار عندنا التفاق بينناتنا وصوينا الشيء التعرف عنده يعني يعني شنو ينحس بعليه نفار ينحس بعليه نكفارة بالنهار 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 ايه بالنهار اذا كان فعلك هذا عمدي وجامعت زوجتك جامعت زوجتك في هذه وأن سواء ادخلت او انزلت كلاهم نعم ففي هذه الحالة الصوم الصوم بطل والكفارة عليك نعم احنا نرجو انه كون وصلنا اخساجة الفكرة بالتمام وصلنا الى نهاية البرنامج ان شاء الله نلتقي معكم غدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة